اشتركوا في القناة اما العمل الثاني فكان اكثر رومانسي وعاطفي فاصدره في فبراير 2014 بمناسبة الفلانتين مع اسماء المنور وحملت عنوان انا معاك وبعد هذا العمل اصدر اكثر من اغنية لوحدي وكانت كلها من الهيتات وبعدها في سيف 2019 بهيد السيف مع محمد رمضان باغنية انسي وحقق اكثر من 361 مليون مشاهدة وفي فبراير 2020 اجتمع سعد المجرد مع فرقة الفناير وقدموا اسف حبيبي وحقق اكثر من 94 مليون مشاهدة ولم يتوقف سعد المجرد من التعاون مع نجوم المغرب ففي يناير 2021 طرح الوجه الثاني مع الزهير بهاوية التي تخطط اكثر من 116 مليون مشاهدة وفي ثريو ثاني اجتمع سعد مع ردوان وصابر رباعي في اغنية السهرة صباح التي حققت نجاحا كبيرا اما الديو الاخير قبل من اول دقيقة فكان مع فرقة كلمة وصدر الاغنية في يوليو 2021 تحت عنوان انت حياتي وحقق 60 مليون مشاهدة